تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنيئة من سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة الممثل الخاص لجلالته بمناسبة نجاح تنظيم سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورميلا واحد للعام 2024 رفع سموه في البرقية خالص التهني والتبركات إلى المقام السامي لجلالة الملك المعظم بمناسبة النجاح الكبير والمتواصل على امتداد 20 عاما في تنظيم السباق مؤكدا جدارة وتمكن وتميز مملكة البحرين في استضافة هذا الحدث الرياضي العالمي بفضل رعاية ودعم وحرص جلالته حفظه الله ورعاه على تعزيز إنجازات مملكة البحرين في مختلف المجالات والارتقاء بمكانتها الحضارية على الصعيدين الإقليمي والدوليين كما أشاد سموه بجهود ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء التي توجد بهذا الإنجاز الرياضي وما حظي به من إشادة عالمية داعيا المولى العلي القدير أن يديم على جلالة عاهل البلاد المعظم موفور الصحة والعافية والعمر المديد ويسدد على طريق الخير خطى لما فيه المزيد من التقدم والنماء لمملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر